الوضع المعيشي بات لا يحتمل والقضية ليست فقط في رغيف الخبز بل هناك العديد من الاحتياجات اليومية الضرورية حملة هي الاولى من نوعها موادرات فردية قررت ام تدعم حفظات الاولاد لتخفيف الاعباء عن الفقراء هي فكرة الحملة بلشت انه يعطول مثلا في الناس بيكلفوك امانة بيعطوك مصاري ويوزع مال الى اخره فصار عنا مثل اذا بدك شبكة معارف يعني هون وبرا كنا قاضينا عم نحكي انه الكيس الحفاظ عم ينبيع ب18 الف وتقريبا هده ارخص حفاظ والعالم عم تقولك فين اشتري حفوطين فين اشتري ثلاثة يعني حولتهم عالارض كيس ب23 الف في مين دفع عناك 8000 صار ب15 تقريبا تقريبا عم نلحق باليوم بين 150 كيس وال200 كيس بيع فيه ارقام عم تنفقد حتى المصنع ما عم يلحق لنا يعني لابد يدلني وقف تحت بلقون الدولة ونطر ترميلي الشي نحنا منساعد بعض يعني نحنا بالثورة اول يوم بالثورة صارنا نعمل لفات لبعض صار نسوان يعملوا صندوش يبعتوان يشغل بيت حتى غير المطاعم طب نحنا اذا اردنا منقدر نعمل شي بس نحنا يبدو انه اردنا مرة او لما نجحنا بالقصة بالطلع نكررها اليوم كل واحد من موقعه حضرتك اعلامي عم توصل هايدي الفكرة لحده يشوفه يمكنه يعمل شي تاني بغير محل ما بتتخيل حجم العالم ما بتتخيل من انا عم يجو في ناس عم يتكلفوا تاكسي مثلا بيحسبها بيالك انا بدي حط اربعة الاف تاكسي بس بوفر اتلاف يعني انا ربحان اربعة هاك عم تصير في ناس يعني ورغم هاك عم يجيك إسا ناس ما معهم حتى بيكون مثلا بدو كيسان نحنا ممنوع نعطيه الاكيس واحد وبينفتح مشا ما يكون تجارة بيقالك طب انا جاي من اخر الدنيا وانا هلأ معي يمكن بكرة ما معي يعطيني كيسان بتضطر احيانا تقولوا خد واحدة هدية بس ما اكثر الشرط لهالدرجة وسط الناس اكتر من هيك بيخد الحفاظ بيالك ما في قدامك زيت ما في قدامك حليب ما في قدامك يعني بيسألك عن شغلات تطلع هيك انت يعني والله العظيم ياريت ياريت في عنا مساحة ياريت في عنا ادرة ياريت في عنا اي شيء ويبقى الامل في ام تستمر مبادرات انسانية كهذه في ظل الغياب الكامل للدولة اللبنانية عن احتياجات المواطني ومعاناته غسام فران صوت بيروت انترناشنل